دكتوري متسأل بقى عايزين نعرف إزاي يقدر أسيطر على الطفل اللي عنده فرط حركة بصي حبيبتي زي ما إحنا قلنا أنه فيه فرط حركة وفيه طفل حركي كل واحد فيهم بنتعامل معه بطريقة مختلفة يعني الطفل الحركي ده بيتشق كتير بتحرك كتير ممكن يتدخل في الكلام الحقيقة كتير إزاي هفرق بينه وبين الطفل فرط الحركة يعني ده ممكن يتحرك كتير بس بعرف أسيطر علي يعني مثلا إحنا ماشيين في الشارع ما بيندفعش مرة واحدة قدام العربية طفل بيتحرك كتير مشاوته زي هو الطبيعي يعني العيد وممكن يكون أوفر عن الطبيعي شوية بس هو طفل عنده طاقة حركية بيتحرك كتير بيتمطط بيحب يلعب ما بيثبتش في مكانه ده ما قدرش أقول عليه فرط حركة أما بقى الطفل فرط الحركة ده بصي ما تعرفيش سيطاري عليه في الكرسي خانا ازدق على بعض هو أصلا أنا غصبة عنه مش قادر مش بقلاته مش بمزاجه يعني الأمة بيته يجي أنا مش عارفة تحكم فيه اللي هو يقعد يلف يتحرك يتنطط يتكلم كتير مندفع في الكلام في الفصل برضه بيعمل نفس المشاكل دي إنما مش معنى أن طفل حركة عنده حركة أو نصات زيادة ده فرط حركة تمام؟ فالطفل الحركي بعمل مع إيه؟ أدي له حاجات تشغله طول الوقت حاجة يعملها يدوي ولما الأمة تيجي تذاكر له تبعد كل المشتدية يعني ببعد التلفزيون ببعد الألعاب بذاكر له في غرفة منفاصلة باستغل الطاقة اللي عنده دي هو عنده طاقة حركية أستغلها في نشاط رياضي أستغلها في مهارة معينة يعرف يعمل مهارة يدوي اشغلي دي طول الوقت خليه يعمل حاجات اللي هو منها أن أنت بتستغلي النشاط اللي عنده ومنها أن أنت بتعالجي فرط الحركة نبقى بعمل اللي اتنين يعني نبقى دي له نشاط وكده حاجة يلعبها ونفس الوقت بقى بستغل الموضوع أما طفل بقى فرط الحركة فيه فرط حركة لوحده وفيه فرط حركة وتشات وتانتباه الاتنين مع بعض يعني فيه التراب اسمه التراب فرط حركة وفيه التراب فرط حركة وتشات وتانتباه الاتنين الأصعب فيهم اللي هو التراب فرط الحركة وتشات وتانتباه ده بقى ما تقدريش تحكيمي فيه ومش بينتبه ليكي وممكن يجري الطفل مندفع جدا ممكن يجري يجري من أمه في الشارع يغبط في العربية ده بيحتاج تدخل دوائي وبيحتاج معاه علاج علاج سلوكي علاج بجلسات تنمية مهاراتي برضو باستغل الحركة اللي عنده بحيث ان انا بهد دي يعني ممكن طبيب يدي له دواء لو الموضوع اوبرلود يعني فوق التحمل مش قادرة سيطاري علينه ممكن طبيب يدي له دواء ومع الاخ الصائف يشتغل معاه تنمية مهارات بشتغل برضو مهارات يدوية ومهارات على الانتباه يعني بيركز معاه ان هو يبقى منتبه معاه في عينيه يحاول برضو نفس الموضوع بنعزل كل حاجة حواليه اي مشتت حواليه بنعزله بنحاول نخليه نتواصل معاه اكبر قدر طيب هل يهم علاقة بعض التوحد وفرط الحركة والتنمر؟ بسي هو التنمر ليه علاقة باللي اتنين يعني بس فرط الحركة عكس التوحد تمام يعني فرط الحركة هم اللي مشتركين فيه اللي هو الانتباه عدم الانتباه اللي اتنين مش بينتبهوا بس ده بيتواصل يعني فرط الحركة ده طفل متواصل وسامعك وبتواصل لفظي وبتواصل اجتماعي وكل حاجة اما طفل التوحد ده ما بيتواصلش اصلا لا اجتماعي ولا بيتواصل لفظي ولا اللي هو مش بيبصلك اصلا مش منتبهلك هو مركز في حاجة معينة بس اللي اتنين بيتعرض بيشتركوا برضو في موضوع التنمر ان ده بيتعرض لتنمر وده بيتعرض لتنمر واللي اتنين لما بيتعرضوا لتنمر بيقدي لسلوكه عدوان من اللي اتنين بس فرط الحركة هو طبعا منتبه وفهم اكتر لان عنده قدرات عقلية اكتر ممكن يكون طفلي زكي جدا مش معنى ان هو عنده فرط حركة وتشتت انتباه ان قدراته العقلية قليلة بالعكس ممكن يكون طفل زكي قوي وقدراته العقلية عالية جدا وكمان اه لموصل على الانبي كمان التوحد